هنروح لآخر خبر معنا وهو هانا جودة هانا جودة تتوج ببطولة أنطاليا لنشآت تنس الطولة تحت 17 سنة في السن الأكبر منها هانا جودة لعبة منتخبنا الوطني ونجمة نادي الأهلي لتنس الطولة ومنتخب مصر حقاية الميدالية الذهبية في بطولة أنطاليا الدولية للنشآت تحت 19 سنة واللي بتتلعب في تركيا تحت 19 من 17 تحت 19 في الفترة من 19 والحد 25 مارس اللي احنا فيه هانا كانت فازت في قبل النهائي على بطلة تايوان وبعدين فازت في النهائي بطلة أمريكا بنتيجة 3-0 هانا بدأت مبارح مشوارها في البطولة برضو بس تحت 19 سنة بالتوفيق لبنت الأهلي واللي كلنا طبعا فخرين بيها إنها صناعة أهلوية 100% لا أنا عايز أوضح حاجة هي فازت ببطولة 17 سنة توقت ببطولة 17 سنة وبتلعب 19 يعني هي في 19 بدأت أول ماتش هناك المراحل السنية بتبقى وارا بعض عشان يدوا الفرصة اللي زي هانا جودة يلعبوا في أكتر من إيفنت أو أكتر من مرحلة عمري فهي لعبت 17 وفازت بيها أول مباراة لها كانت مبارح في تحت 19 سنة وفازت فيها ومشية كويس بشكل جوي هانا جودة بتتصدر تصنيف العالمي تحت 17 سنة ودي حاجة يعني صعبة يعني التصنيف العالمي تحت 15 كانت وكده بقت 17 وده الأسبوع 11 على التوالي هي الأولى على مستوى العالم أنا أقول لكم معجزة بسم الله وإن شاء الله تمشي على الأرض هنا جودة في كل شيء ويا رب تمشي بهذا المعدل عشان في الآخر نوصل إنها تبقى على صدارة التصنيف العالمي للسيدات على المستوى الكبير بإذن الله